اشتركوا في القناة شؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من أصحاب السمو والشيخ ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان بجلالة الملك المفدى وتبادل على حديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقوم على أواصر متينة من الأخوة ووحدة المصير والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين ومصالحهما المتبادلة متمنين البلدين دوام التقدم والازدهار كما نقل سموه إلى جلالة الملك المفدى تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله وخالص أمنياته لجلالته بالصحة والسعادة وللمملكة وشعبها الشقيق دوام الخير والرفع وعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عن بالغ الاعتزاز بعمق العلاقات التاريخية المتميزة وأواصر الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والتي تزداد رسوخا وقوة وبما وصل إليه التعاون والتنسيق والثنائي من مستوى متقدم على كافة المسارات والمجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين وأشهد جلالته بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات حضارية وتنموية واقتصادية وثقافية وعلمية رائدة بفضل قيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبدورها المحوري الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي ومساعيها الخيرة في ترسيخ مقاومات الأمن والاستقرار ونشر السلام في المنطقة والعالم ومبادراتها العالمية المقدرة في مد يد الخير والعون لخدمة الإنسانية وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب وأكد جلالة الملك المفدى وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان متانة الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين وشعبيهم الشقيقين معربين عن اعتزازهما بما يجمعهما من أواصر القربة والأخوة والتعاون على جميع المستويات وبحث جلالته وسموه عددا من الموضوعات والقضايا الخليجية والإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادل وجهات النظر بشأنها العلاقات البحرينية الإماراتية أرسى دعائمها الأجداد وسار على نهجها الأبناء علاقة مصير واحد في إطار النسب والدين والعروبة وضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومثلت زيارات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واستقبال جلالة الملك المفدى لإخوته في مملكة البحرين أكبر دلالة على ما يسود بين البحرين والإمارات من الروابط الأخوية والتي سار على نهجها شعبي البلدين الشقيقين هذه العلاقة التي برزت دائما في المواقف المشتركة والدعم المتبادل لمختلف القضايا المشتركة كانت تجسيدا للقاءات الأخوية بين قادة البلدين الشقيقين إذ دائما ما يعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عن بالغ الاعتزاز بعمق العلاقات التاريخية المتميزة وأواصل روابط الأخوية الوثقة التي تجمع بين البلدين والتي تزداد رسوخا وقوة وتعد تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين نحو تعزيز العمل المشترك لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين موجها لكافة الجهود المبذولة في النهوض بمختلف القطاعات وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تنم عن الرؤية الأخوية المشتركة لذلك لا يستغرب هذا القرب والاجتماع والوئام بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين فما زرعه الأباء في أرض هذه العلاقة يحصله الأبناء مودة وسندا وذخرا في وقت الرخاء والشدة اشتركوا في القناة